في كتير طرق وسط الحياة تام فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة بو الطريق الطريق اتطاري 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 أعزائي المشاهدين نرحب بكم في حلقة جديدة من منبر الطريق تأملنا اليوم رح يكون من انجيل متى الاصحاح 15 عن المرأة الكنعانية وعن ايمانها يقول متى 15 لعدد 21 ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي سور وصيداء واذ امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة فتقدم التلاميذ وطلبوا اليه قائلين اصرفها لانها تصيح وراءنا فاجاب وقال لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الاضالة فأتت وسجدت له قائلة يا سيد اعني فاجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنون ويطرح للكلاب فقالت نعم يا سيد والكلاب ايضا تأكل من الفتاة الذي يسقط من مائدة اربابها حين اذن اجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة حابب اقرأ معكم كمان بعض الاعداد من انجيل لوقة الاصحاح 15 يقول واذ كان الجموع يسحم عليه ليسمعوا كلمة الله كان واقفا عند بحيرة جنيسارد فراء سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا شباكه فدخل احد السفينتين التي كانت لسمعان وسأله ان يبعد قليلا عن البر ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد فاجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك القي الشبكة ولما فعل ذلك امسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شباكهم تتخرق امين اليوم راح نحكي عن ايمان امرأة كنعانية فينيقية سورية تركت تخومة تركت بلاده واتت لكي تقابل الرب يسوع المسيح ممكن تقول مثل ما قال بطرس تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا تعبت انا عندي احتياج انا عندي الم انا عندي ضيق انا عندي ظروف صعبة ممكن تقول نفس الكلام اللي قاله بطرس تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا انا عندي احتياج كما صرخت هذه الامرأة الكنعانية ابنتي مجنونة جدا في مرة داوت صرخ نفس الصرخة وقال للرب الى متى تنساني كل النسيان الى متى تحجب وجهك عني مزمور 13 العدد واحد الى متى تنساني كل النسيان الايمان لا يتم عمل في دائرة الممكن طالما الواقع ممكن فانا ما فيني امارس الايمان الايمان بيشتغل في المستحيلات بس لما كل الطرق كل شيء يستد هنا يظهر يظهر الايمان امارس ايماني فيأتي فيأتي امامي بولص مارس الايمان بس مش كله الرب يقل له ابعدوا الى العمق والقوا شباككم بطرس قال له انا اوكي على كلمتك القي الشبكة الرب يسوع المسيح قال له القوا شباككم لكن هو قال القي شبكة شبكة وحدة بشان هيك صارت الشبكة مكتوب الشبكة صارت شو تتخرق لما الرب يوعدك امن فيه مارس ايمانك فيأتي فيأتي امامك قل له يا رب تعاليوم اشهد على ايماني عظيم ايمانك مثل ما قلت للمرأة الكنعانية تعالي يا رب اشهد اشهد اليوم على ايماني انا عندي مشكلة انا عندي ظرف انا عندي احتياج لكن يا رب انا واسق فيك انا باج برمي نفسي نفسي عليك وبصدق يا رب انا في وعودك لان وعدك وعد امين الله صادق في كل وعوده انت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر مكتوب كل شيء مستطاع للمؤمن ايمان تعالوا نشوف هالامرأة دخلت في حوار مع الرب يسوع المسيح عن مرض ابنتها دخلت في اربع امتحانات واشتازت الامتحانات بنجاح وصلي من كل قلبي انه انت يكون عندك هذا الايمان نتعلم من امرأة كنعانية اممية نسل كنعان كنعان نسل الشر لكنه كان عنده ايمان واصرار تعالوا نتعلم اليوم اول امتحان دخلت فيها الامرأة صمت يسوع ابنتي مجنونة جدا في العدد 23 فلم يجبها بكلمة صمت صمت يسوع تصوروا لما يسوع سكت صار عنده خيبة امل صار عنده فشل صمت يسوع احيانا الرب يسكت من اجل تعليمنا من اجل تدريبنا اوقات يسوع اوقات يكون لصالحي انا لصالحي انا يسوع مكتوب عنه هو اخ لنا في رمية 8 هو بكر لاخوة كسيرين يسوع الانسان هو اخ لنا هو يشعر فينا ويشعر في احتياجاتنا مكتوب عنه في عبرانيين اتنين يقول فيما هو قد تألم مجربا مجربا يقدر ان يعين المجربين يسوع اتجرب في كل شيء مثلنا ما عذا الخطيئة يسوع شاركنا في كل شيء ما عذا الخطيئة كان يجول ويصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس يسوع بيلمس في احتياجاته يلمس يرسي لضعفاته ويسددها بغنى يهوى رفع اي الرب شافي الرب شافينا في لوقة 18 يقول قاضي الظلم انصف المرأة الصارخة اليه افلا ينصف الله مختاري معقول افلا ينصف الله مختاري لكن علينا ان نكون في مسابرة استمرارية الصلاة مش انا صليت يا رب عندي احتياج وخلاص تقدر تقول له اشكرك يا رب لانك لانك تسكت في محبتك صمت يسوع مو صمت العجز لا لكن صمته صمت المحبة الله لم يعطنا روح الفشل لكن صمت يسوع يعلمني انه انا اصبر انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع سمع صراخي وانما لله انتظري يا نفسي لان من قبله رجائي يسوع يشعر في احتياجاتنا يشعر فينا يشعر في المنا يشعر في ضيقاتنا يشعر في ظروفنا الصعبة لكن يعلمنا انه نحن نسابر في الصلاة ان كنا نحن اشرار نعطي اولادنا عطايا صالحة فكيف الله اذا كان عم يعطي لفراخ الغربان طعامها افلا ينصف الله او لا يفيد علينا ببركاته ونحن نحن اولاده قل لا تخف ايها القطيع الصغير لانه سر ان يعطيك الملكوت لان سر ابيك ان يعطيك الملكوت امتحان الايمان صمت يسوع اول امتحان هذه المرأة كان صمت يسوع بطرس بطرس لما الرب عم يقول ادخل الى العمق والقي شباككم وكأنه بطرس في قلبه عم يقول نجار عم يعلم صياد لانه قانون الصيد في الليل دائما السمك يكون على الشط مش في العمق لكن يسوع عم علم بطرس درس في الايمان يتصدق خبرتك يا بطرس يا اما اتمارس ايمانك وتصدقني احيانا نسأل الرب نقول يا رب جاوبني انا محتاج انا عندي ظروف صعبة انا عندي ضيقات جاوبني يا رب لكن تدريب يعلمني تدريب الايمان صمت امتحان الاول صمت يسوع امتحان التاني انشوفه في نفس العدد يقول فلم يجبها في العدد 23 فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميزه وطلبوا اليه قائلين اصرفها الامتحان التاني دي مش مننا دي امرأة اممية لما يسوع لما يسوع صمت حست في خيبة امل لكن لما التلاميذ اجابوا اصرفها حست انه المرأة غير مقبولة يمكن نحن اوقات روح على مكان او على كنيسة او اي اجتماع نحس حالنا غير مقبولين لكن الله يشعرنا بكل الاحاسيس حتى نرمي نفسنا عليه ونقول ما ليش غيرك يا رب امرأة اصرفها دي امرأة اممية دي مش بتاعتنا انا انا بعرف عائلة عابرة راحت عدة كنائس وحست حالة انه غير مقبولة صدقوني هذا الكلام هي عم تحكي لألي قالت انه رحت اربعة اجتماعات ونحس حالنا غرب نحس حالنا مؤمنين درجة تانية مثل هالمرأة نفسها امتحان الايمان صمت يسوع اصرفها امتحان التاني الامتحان كل عم يصعب كل خطوة عم بيصير اصعب على الامرأة لكن اجت وعند ايمان وثقة في يسوع الامتحان التاني في العدد 24 اجاب يسوع وقال لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل اضل الله انا جاي الى ناس معينة مكتوب مكتوب الى خاصته جاء انا جاي الى ناس معينين الامتحان عم يصير اصعب اصعب انا لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الضالة وكأنه الباب عم يتقفل عليها شوي شوي لكن الباب هو عم يتسكر عليها مسكت طرفة الباب وقالت له انا حدخل يعني حدخل انا عندي ايمان وثقة حتى الباب لو اتقفل انا جاي ولي مكان انا جاي مع مع راعوس المؤابية دخلت الى هذا الشعب بالايمان مع انه مكتوب لا مؤابي ولا عموني يدخل يدخل شعب الرب لكن اتت راعوس بالايمان ودخلت امتحان عم يصير اصعب واصعب انا عندي ثقة انا عندي رجاء حتى له الباب انقفل انا جاي مسنودة مسنودة عليك انا جاي بالايمان لكن نشوف انه ابناء الملكوت جاء امرأة اممية اتت الى يسوع لكن ابناء الملكوت سيأتون من المشارق والمغارب ويتكؤون في حضن ابراهيم واسحاق واسحاق ويعقوب واما بني الملكوت يطرحون خالجا انا جاي لناس جاي لشعب لكن هي جاي لعندي يسوع بايمان لانه وعده قال تعالوا الي يا جميع المتعبين جميع المتعبين هذا وعد يسوع هو قال ايضا من يأتي الي لا اخرجه خارجا هو نفسه قال التفت الي واخلص يا جميع اقاص الارض امتحان تالت امتحان انا جاي لناس معينة انا جاي لشعب معين لكن مع كل اسف هذا الشعب لم يقبلوا الى خاصته جاء لكن خاصته لم تقبله لكن اما كل الذين قبيلوا فاعطاهم سلطان ان يسيروا اولاد الله وين اليوم وين ابناء الملكوت اصبحنا مؤمنين اسميين اصبحنا مسيحيين اسميين امرأة اممية تعيشوا في اليوم بالالاف اليوم من الامم عم يأتوا الى المسيح وين ابناء الملكوت الامتحان الرابع وكان جواب يسوع جواب صعب جدا جدا العدد ستة وعشرين اجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنون ويطرح للكلاب ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنون وكأنه الباب اتأفل بالمرة لكن قبلة هذا المركز الدون نعم يا سيد نعم فقالت نعم يا سيد والكلاب ايضا تأكل من الفتاة الذي يسقط من مائدة اربابها نعم ايمان ايمان وثقة حطيت عقبة اولى وعقبة تانية وعقبة تالتة ورابعة ما هو شعارك انتصار انتصار الايمان قبلة هذا المركز الدون ما اعظم هذا الايمان تشوف البنون عندنا الخبز الحقيقي لكن ما بدن مش عاوزين امتحان اصرار الايمان صرخت ارحمني في البداية ارحمني اتت وسجدت وقالت ايضا نعم يا سيد حتى الكلاب تأكل من الفتاة الساقط من مائدة اربابها حين اذا اجاب يسوع وقال يا امرأة عظيم ايمانك عظيم ايمانك الرب يسوع الشهد على ايمان اثنين والاثنين امم قائد المئة لم ارى في اسرائيل كله اعظم من هذا الايمان وامرأة اممية اليوم يشهد يسوع ويقل عظيم ايمانك قل تعالى يا رب اشهد على اشهد على ايماني ما معنى الايمان وعدم الايمان ما ممكن تقول الايمان هو السقة بما يرجى والايقام بامور لا ترى نعم صح لكن الايمان او عدم الايمان انه احط الظروف بيني وبين الله عدم ايمان كل ما اجي لالله اشوف الظروف اشوف جوليات اشوف اصوار اريحة اشوف الصعوبات هذا عدم الايمان لكن الايمان انه احط الله بيني وبين الظروف مستحيل زائد يسوع يساوي مستطاع كل شيء مستطاع لدى الله الايمان الايمان ينزل الله الى دائرة العمل ويحول ويحول المستحيلات الى امور متاحة مارس ايمانك فيأتي فيأتي امامك المستحيلات تصير بايدك متاحة لما تحط الله بينك وبين وبين الظروف فيصبر العبرانيين الانصحاح داعش نشوف اضاع الشخصية من ابطال الايمان يقول بالايمان قدم هابيل زبيحة افضل هل نحن عم نقدم الافضل اخ نوخ يقول لك الايمان يسير فصار اخ نوخ مع الله فلم يوجد الايمان يبني نوح كان يبني يبني بالايمان ابراهيم اطاع اطاع بالايمان امن الايمان هو السقة انا اثق في الله يمكن اقول يا رب انا ما بعرفك ما بفهمك لكن بسق فيك ممكن اقول انا يا رب ما بفهمك لكن اسق فيك في يوم من الايام اتى الايمان وقرع على باب بابي باب قلبي فتحت الباب دخل كل الضيوف الموجودين خرجوا الخوف الفشل القلق الضعف الضيق الظروف الصعبة ما بتقدر تعيش مع مين مع الايمان امن الايمان نتعلم درس من ايمان هذه الامرأة امرأة كنعانية عظيم ايمانك عظيم ايمانك قلوا يا رب ساعدني يا رب ساعدني يا رب حتى يا رب اعيش الايمان ساعدني يا رب اعطيني قوة من عندك يا رب قلوا يا رب انا اصدقك يا رب انا اصدق يا رب اصدق مواعيدك اصدق كلمتك انت يا رب اله المستحيلات انت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر ساعدني يا رب انا محتاج قوة منك باسم المسيح امين مفروشة وارد وتنتي بقلم ودي لكن الطريق للحرحة وطريق الخلاص عند المسيح اصل المسيح هو الحياة وهو الطريق اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة